تحسن يمكن تدريجي بس ملحوظ في قيم التدولات كل هذا على مشارف نهاية الربع الأول من العام الحالي بين حالة التفاؤل والواقعية والنتائج التي يمكن أن تبرر ارتفاعات بعض الأسهم أو عدم ذلك برأيك كيف تبدو الصورة الآن وأين يقف المستثمر من المضارب؟ أعتقد أن إلى الآن لا تزال النتائج وإلى الآن إيجابية السوق الآن يتفاعل معها ربما هناك توقعات أكثر إيجابية خلال الربع الأول متوقعة خاصة في ذل استقرار أسعار النفط فوق نقطة معينة واستمراره فوق نقطة معينة يؤدي إلى أن الناس يكون مساحة التفاؤل فيها ضخمة خاصة بالنسبة لقطاع البتروكيميائيات عادة أن الربع الأول بالنسبة للسوق السعودي يكون أقوى نتائجه لا ننسى أن الربع هذا حفل بعملية توزيع عربية بحية من قبل عدد كبير من الشركات وخاصة الشركات التي توزيع أرباحها سنويا أعتقد أنه كانت فيه إيجابية وكان السوق متأخر في التجاوب معها لكن وجود ضخ وسيولة إضافية ساهمت في تلمس والاستفادة وتحقيق هذه الإيجابية وأنا أعتقد أن السوق بدأ يتفاعل بصورة أكبر والعملية كلها ترجع لمكررات الأرباح ونظرة لها واستمرار تحسنها وإلى الآن لا تزال النظرة بالنسبة على المايكرو والمايكرو لا تزال أكثر إيجابية ونحن نرى بالنسبة للإنفاق الحكومي لا يزال قوي ومستمر في فترة طويلة بالرغم أن هذه بداية السنة فبالتالي أنا أعتقد أن المايكرو والمايكرو لا تزال إلى الآن نتائج إيجابية وتدعم هذا التوجه بالنسبة لنا دكتور حضرتك ذكرت الإنفاق الحكومي أسعار النفط وعلى ما يبدو أيضا أسعار الفائدة عالميا ستبقى ضمن هذه المستويات المتدنية تاريخيا على الأقل على مدار عدة أشهر قادمة مع أيضا كنترول وضبط واضح لمعدلات التضخم يعني أن على الصعيد المنطقة أو حتى عالميا يبدو أنه ما في مخاوف كتير من مخاطر تضخمية قوية هل هذا سيشجع أن دخول سيولة أكثر في قطاعات محددة أم سنرى ارتفاعات بالجملة وهون كمان هيك ارتفاعات عادة ما تثير علامات استفهام كبيرة لأنه ما منعود الواحد يميز من يستحق ومن فقط يواكب هذه الموجة أعتقد أنه زي ما تفضلت أنت على مستوى الماكرو معظم المؤشرات إيجابية وبتدعم الاستثمار داخل السوق عملية السيلكشن أو عملية الاختيار داخل السوق واتجاه شركات معينة لارتفاع وبقاء شركات أخرى أنت بتلاحظها الآن مثلا لو تيجي تنظر اليوم مثلا لقطاع التأمين بتجد أنه تقريبا القطاع تقريبا فلات وما فيه شيء ارتفاع كبير فيه في حين أنك لو تنظر للقطاعات القيادية اللي بتحقق ربحية بتجد أنه أكثر شيء السيولة بتنقاد ليها وأكثر شيء الاندفاع فيها فأنا أعتقد أنه المستثمر مر بفترات معينة واستطاع أنه الآن بيستفيد والنظر الآن بتكون أكبر الآن هالقطاع يعني استمرار انخفاض أسعار الفائدة استمرار موجود التدخم في حدود معينة ارتفاع أسعار البترول استمرار ده كلها بتصب فيه دعم سيولة إضافية خش للسوق الأسهم والاستفادة من الفرصة الحالية المتاحة فيه دكتور أيضا هناك انتظار وترقب لإطلاق سنديق المؤشرات البعض يراهل أن هذه السنديق سيكون إلى دور بارز أولا نوعا ما بتخفيف قبضة الأفراد على المضاربات اليومية في الأسهم وستعكس وتعطي فرصة للاستثمار المؤسساتي من خلال متابعة دقيقة أكثر لمجريات الأمور في كل قطاع على حدة هل في مبالغة بالتفاؤل في تجربة هي الأولى من نوع على صعيد المنطقة بالرغم من نجاح هذه التجربة عالميا منذ إطلاق أول صندوق يمكن ما يعرف بالإي تي أف عالميا في العام يمكن تسعة وثمانين من القرن الماضي أعتقد أنه عندنا في تجارب سلبية وسيئة بالنسبة للصناديق الاستثمارية في الفترات الماضية وخاصة مدر الصناديق في البنوك السعودية فأنا أعتقد إلى الآن لا تزال نظرة المستثمر المحلي في قدرته على الاستفادة من ظروف السوق وضعها أفضل بكثير ولا تزال ستغلب عندنا الفردية إلى حد كبير إلى أن تتم العملية بصورة أكثر احترافية وإلى أن يتم عملية إدارة أفضل للصناديق الاستثمارية في البنوك حتى نستطيع الناس لأن الناس إلى الآن لا تستطيع أن تنسى عام 2005 أو 2006 أو 2007 يمكن الدكتور يجب أن لا تنسى لا ينسوا أبدا وما يجب أن ينسوا إذا تم نسيان هذه التجربة والضربة الكبرى جاءتهم من الصناديق الاستثمارية أكثر من ما جاءتهم من السوق دكتور حضرتك تتحدث كأنه هذا أصبح بالحلم أنه هل سنصل إلى هذه المستويات أو إلى هذا المستوى من المهنية في التعامل الاستثماري كسناديق أو كمؤسسات هل هي مسألة إدارة فقط مسألة معايير غير موجودة أم فعالية كمان أنا أعتقد أن مسألة إدارة سلبية ضخمة جدا من القطاع البنكي وعدم اهتمامه بالمستثمر الصغير وعدم تركيزه على بناء وسائل استثمارية خاصة للفرد وأعتقد أن المشكلة الكبرى عندنا إلى الآن أن شركات الاستثمار ما استطاعت أن تدخل وتعبي الخانة الحالية الموجودة بسبب الوضع الحالي الذي مر في السوق وعدم ثقة من المستثمر بالنسبة لمدرأ الاستثمار لا تزال إلى اليوم موجودة حتى يستطيع أن يشوفه أو يثبت له العكس لأن الثقة من السهل الاكتسابة لا أو من الصعب إذا فقدت أنك تستردها فبالتالي حتى تتم العملية بصورة أفضل ويتحول العمل إلى عمل مؤسسي لا تزال أمامنا مرحلة طويلة دكتور بعد كل هذه التجارب لنقل من العام 2003 لهذا اليوم برأيك العودة إلى المستويات التي بدأ البعض يمكن أن يبشر فيها إن كان 7000 أو 7500 أو حتى أعلى هل من مصلحة الاستثمار كمفهوم لهذه المنطقة أن نقفز هكذا قفزات وهل هناك من فعلا بعده يؤمن بالاستثمار والارتفاع التدريجي على حساب المضاربة وجني أرباح يومية لما نشوف في مدى أوقات 3 أو 4 ويصل إلى 10% بين أعلى وأدنى مستوى لنفس السهم في نفس اليوم باختصار لو سمحت أعتقد أن السوق وعي الدرس وأعتقد أن عملية المضاربة العشوائية وعملية الدفع على سعار الأسهم وده ما أعتقد أنها الآن سنبدأ نشوفها في السوق السعودي أنا أعتقد أن العملية ستكون أكثر واقعية وستكون العملية عملية استثمارية وحيكون المنطلق الأساسي في التقييم ربحية الشركات وقدرتها على النمو وقدرتها على إيصال المعلومات حول خطتها المستقبلية للمستثمر عشان يستطيع أنه يوجد نوع من الثقة نحن قعدنا الآن تقريبا سنة ونوص أو سنتين السوق ما استطاع أنه يخفز قفزات ضخمة جدا زي ما كان يخفز في السابق ونعتقد أنه هو استثمار أكثر من أنه عملية مضاربة اللي له الرغبة في المضاربة وفي المقامرة يروح للمقامرة أحسن له بدل ما يدخل في السوق الأسهم يعني مع هذه الدعوة دكتور ياسين بدأت شكرك من جديد لو وجودك معنا اليوم وأنت عميد كليات الأمير سلطان للسياحة والإدارة أعود وأذكر إذن نهاية أسبوع إيجابية وأداء أسبوع إيجابي